أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النص السعودي مخاوف نديه بعدما تعرض للإصابة في مباراة كأس السوبر السعودي حيث تعرض كريستيانو رونالدو والمدافع ألفارو جونزاليس للإصابة خلال مشاركتهما في مباراة النص أمام الاتحاد والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة ثلاثة واحد ووفقا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية فإن رونالدو وجونزاليس خضع للفحص الطبي من أجل التأهيل في محاولة للتعافي من الإصابة وأوضحت الصحيفة أن رونالدو خضع لبعض الجلسات العلاجية وتمارين لياق خفيفة تحت إشراف المعد البدني بينما اكتف جونزاليس بالتواجد داخل العيادة الطبية لنادي النص وكشفت الصحيفة أن رونالدو يعاني من كدمة في مفصل القدم ولكنها لن تعيقه عن المشاركة في مباراة النص أمام الفتح حيث يستعد فريق النص لمواجهة نظيره الفتح يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي ويتصدر فريق النص حالياً جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة متفوقاً على الهلال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط بينما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة ترجمة نانسي قنقر